أهلا فيكم برج القوس في قناتي راح نشوف توقعاتك العاطفية لطاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أسبوعين أو شهر أو أكثر بيختلف من شخص إلى آخر والقراءة أيضا أعمة يعني مش راح تكون للجميع ولكن فيه ممكن يكون بالفيديو رسالة أو إشي معين ممكن تستفيد منه فاخد من القراءة خد من القراءة الإشي اللي هي إيجابية أو الإشي اللي هي بتخدمك وتفيدك وترك الإشي اللي بتحسها ما بتفيدك أو ما بتخدمك لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر راح نشوف في القراءة طاقتك طاقة الشخص الآخر في الوقت الحالي وشو ممكن يكون سبب الخلافات بينكم حاليا أو الحواجز الغوائق اللي بتواجهكم بطريقكم وأيضا خطواتك وخطوات الحبيب في المستقبل ومصير العلاقة بينكم في المستقبل أوكي مبلش أول إشي برج القوس بطاقتك الحالية عمشوف طاقتك حاليا برج القوس أول إشي يطلع لك كرتك اللي هو بيتبع برج القوس بمعنى أنه أنت طاقتك حاليا عمشوفك أفضل من الماضي أو في تطور أفضل من الماضي لأنه أنت بطاقتك النارية بمطرحك عمشوفك أيضا عم تحاول تستخدم طاقة الجذب أو عمشوفك مركز كتير على روحانياتك أيضا بها الفترة هالكرت مع هالكرت بيرمز لأنك منطوي عن بعض الأشخاص حاليا أو منعزل عن بعض الأشخاص حاليا بحياتك من أجل أنك تبحث على روحانيات أو تركز على روحانياتك على تطوير ذاتك عمشوف شوفا في تناقضات عم تحس فيها مع شخص معين الشخص ممكن حبيبك اللي عم تتعامل معه عم تحس أنه وزن العلاقة صار كتير يتقل عليك عم تشوف أنه العلاقة بينك وبين هالشخص فيها ضغط نفسي كتير عالي وأيضا عم تحس أنه تحتاج أنك تثبت حالك لهالشخص لأنه حبيبك محوط بأشخاص أخرى حواليه فعم تحس فيه نوع من المنافسة لحتى تكسب هالشخص أو لحتى يركز عليك عم شوفك أيضا فيه عندك عرض حب صغير بدك تقدمه لشخص معين في حياتك ممكن يكون هالشخص اللي عم نحكي عنه أو ممكن يكون شخص جديد في حياتك ولكن عم شوف كرج القوس فيه عندك عرض حب أو عرض مصالحة أيضا بدك تقدمه لشخص معين عم شوفك عم تحاول تركز على حالك أكتر بهالفترة لحتى تستشفي بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم شوف فيه إشي كتير بخاطر هالشخص مش عم يحكي فيها فالكارت سي وات يومين بيخبي عنك هالشخص كتير مشاعر تجاهك night of cups أغلب الكروت اللي طلعت هون كروت cups أو مشاعر ممكن يكون شخص اللي عم تتعامل معه برج مائي ولكن مش بالضرورة طاقته في الفترة الحالية هي طاقة مائية كتير طاقة فيها emotions أو فيها مشاعر كتير فهالشخص فيه عنده إشي كتير من الناحية العاطفية خايف إنه يحكيها لإلك عم شوفه عم يفكر فيه كتير عم يسرح بالتواصل اللي بينكم أو العلاقة اللي بينكم كتير ولكن مش عم مش عم يحكي فيها الصورة اللي بيظهر فيها لإلك الشخص إنه شخص متمكن وإنه شخص ما بيأثر فيه أي إشي ولكن الطاقة الداخلية إنه هو بيحس إنه انرفض أو التواصل بينك وبينه انرفض أو حتى ممكن إذا هالشخص عم تيجي عروض حب من الأشخاص أخرى عم شوف إنه مش متحمس للفكرة أو مش متحمس للعروض اللي عم تقدم له لإنه عم يطلع على كاسة واحدة فقط عم يطلع على شخص معين على الشخص عم يطلع عليك ومش عم يحكي لك هالشخص يعني مستعد إنه يظهر بيها الصورة ولكن ما يحكي لك إنه هو بده والتزام بده علاقة مستقرة بده علاقة جدية أيضاً عم شوف إنه شخص شخص كتير عاطفي أو شخص كتير حساس الشخص اللي بالنسبة للشو ممكن تكون سبب النزاعات أو الخلافات اللي بينكم في الوقت الحالي هشوف في شخص في شخص بالتواصل بينكم أو في طرف بالتواصل بينكم إذا علاقتكم علنية في شخص مسيطر على الشخص الآخر أو في شخص بده يفرض سيطرته على الشخص الآخر أو بده يبين إنه هو المتحكم بالشخص الآخر أيضاً ممكن تكون طبيعة العلاقة بينكم في شخص أكبر من شخص يعني في عندكم اختلاف بالسن أو أيضاً ممكن تكون الشخص اللي عم تتعامل معه شخص سب نسب أو أنت الشخص اللي متحكم بزمام الأمور أو زمام العلاقة أكثر من الشخص الآخر بمعنى إنه الشخص الآخر بطبيعته ما بيحب ياخد قرارات على عكسك أنت عم شوفك أنت من النوع اللي بيحب ياخد قرارات إذا بدك يشيب تسعة لا تجيبه أو هالشخص شوي متحفل فبيترك الإختيارات أو الإستنتاجات بالأمور الصعبة بيخليها عليك في بعلاقتكم طرف في شخص معتمد على الشخص الآخر أكثر ممكن يكون عاطفياً ممكن يكون مادياً في كود ديبنسي في حدا معتمد على الشخص الآخر أكثر أيضاً عم شوف إنه في طرف هون مركز على نقطة أو صورة معينة من العلاقة فقط ومش عم يشوف الصورة الأكبر بالعلاقة ممكن التواصل بينكم أيضاً يكون روحاني كتير لأنه عندك أشخاص عم أو هالشخص عم يبني ولكن عم يبني فيه كنيسة بمعنى إنه ممكن علاقتك مع هالشخص في منها هدف آآ روحاني يعني ممكن يكون التواصل بينكم إلو هدف أكبر من فقط إنه يكون آآ تواصل يعني عادي أو عام هم نشوف أيضاً التغيرات اللي عم تمروا فيها تنيناتكم صعبة لأنه بالأغلبية هي تغيرات روحانية تحكي عن ترانسفورميشن تحول بالشخصية ولكن عادةً هالتحولات أو هالتغيرات بتكون تغيرات مؤلمة أيضاً عندك كوينوف سوردز فالطاقة المشتركة بينكم طاقة كتير آآ باردة كتير حادة كتير كتير بتوجع وفي صمت ما في حكي ولكن بتوقع إنه إنتو الاثنين عم تفهموا إنه التواصل بينكم تواصل روحاني أو في منه هدف أكبر ممكن أيضاً هالشخص يكون أظهر فيك وأنت أظهرت فيه مخاوف آآ داخلية يعني مخاوف تكون أو تراوما أو صدمات تكون مر فيها الطرف الآخر منهو صغير عم تطلع عندك عم تطلع عندكم هون بالطاقة المشتركة بـ ومنشان هيك بتحس إنه إنه علاقتكم أو تواصلكم مع بعض إنه إنت وهالشخص وكأنه فيه بينكم مثل المراية عم تشابه بعض التصرفات عم تشابه بعض بالطاقات أيضاً عم شوفك عم تحس بطاقة هالشخص وهو أيضاً عم يحس بطاقتك ولكن ما في أي حكي تواصل بينك وبين هالشخص في الفترة الحالية عم شوفه روحاني بحت أو غير مباشر بحت بمعنى إنه إذا فيه بينكم سوشال ميديا ممكن هالشخص عم يحط في صفحته أشياء بتخصك أو أنت تحط في صفحتك أشياء بتخص هالشخص ولكن ما في حكي مباشر بالموضوع عم شوف إنه إظهار المشاعر بينكم عم يتم بطريقة غير مباشرة لأنه فيه خوف من هالعلاقة فيه خوف من هالتواصل فيه خوف من جهتك عم تحس إنه بدك تتنافس مع أشخاص أخرى أو بدك تثبت وجودك فيه خوف من هالشخص بالرفض أو خوف من إنه ينرفض بيها العلاقة أو هو عم يبحث عن إشي أكبر بكتير من اللي ممكن تقدمه لإله حالياً فعم شوف إنه إنت وهالشخص روحانياً عم تكبروا مع بعض برغم إنه إنتو مش بيعلاقة مع بعض التواصل بينك وبين هالشخص مثل ما حكيت روحاني بحت يعني الأغلبية منكم مش عم تتواصلوا مع هالشخص ولكن عم تحس عم تحس بطاقة هالشخص وهو أيضاً عم يحس بطاقتك في بينكم تفاهم تفاهم صامت بالنسبة لخطواتك القادمة في المستقبل عم شوف البعض منكم اللي اللي كان في عندك خوف من إنك تقدم عارض حب لشخص معين أو لهالشخص هم شوف إنه رح تجيك الشجاعة الكافية لحتى يصير في بينكم نوع من النقاش أو بداية جديدة بينكم لأنه فيه في المستقبل عندك بدايات جديدة من الناحية المادية وأيضاً العاطفية أو المادية أو العاطفية أو البداية الجديدة مع هالشخص رح تكون فيها جدية أكثر لأنه ورقة أو عملة النقود طاقة أرضية طاقة بطيئة بالتحرك ولكن طاقة ممكن تعتمد عليها يعني عم شوف أيضاً إنه الأغلبية منكم فيها عندك استعداد إنك إنك تحط مجهود في العلاقة عم شوف عندك أغلب الأوراق اللي طلعت أوراق أرضية فبرغم إنه برغم إنه طاقتك كبرج القوس نارية إلا إنه عم شوفك في المستقبل خطواتك وبتحركاتك رح تكون أو أنت رح تختار إنه تدرس تحركاتك مع هالشخص أكثر أو تتمحل باتخاذ أي قرار تجاه بما يخص علاقتك مع هالشخص أو تجاه هالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف إنه عنده king of cups فالشخص اللي عم تتعمل معه بين إنه شخص كتير عاطفي شخص كتير بيخبي مشاعره أو بيحب يحافظ على على مشاعره ممكن بيحكم على الأمور بقسوة لأنه دائما بيحس إنه مهاجم نشوف أيضا الأغلبية منكم أنت منجذب إلى هالشخص بطريقة جسدية كتير عالية وممكن يكون هاد واحد من الأسباب اللي منخلي هالشخص محافظ على نفسه أو خايف من العلاقة ومن نسبة لتطوراته في المستقبل عم شوف في عنده تقبل أكثر من الناحية العاطفية تجاه علاقتكم في عنده مشاعر كتير ولكن هالشخص عنده مشكلة بالحكي أو عنده مشكلة بالتعبير لأنه دائما بيحس إنه مهاجم وممكن أنت عم تحس نفس الإشي وممكن هالشخص عم يحس نفس الإشي إنه في دائما عوائق بطريقكم تجاه بعض عم بدي أكمل بطاقة هالشخص مثل ما حكيت لك دائما بيحس أو بياخد طريقة بالدفاع عن حاله تجاهك فأنت بتحس إنه هالشخص كتير منغلق على حاله ولكن عنده كرت تامفرنس أو الكرت اللي بيخص برج القوس نفس الكرت اللي عندك فهو أيضا هالشخص عم يشوفك وش في المنت أو عم يشوفك أمنية عم تتحقق أو عم يعتبرك لأنه مبين إنه هالشخص عم يفكر فيك كثير بما إنه طاقتك بهرت بطاقة هالشخص بيئة المستقبل تحركاته بيئة المستقبل ممكن يكون شوي منطوعة لحاله هالشخص من اللي مبين هون أو في عنده صعوبة بالتعبير أو رح يكون في عنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره بيها العلاقة واتجاهك بالنسبة لطاقة كم بيئة المستقبل أو الطاقة المشتركة بينكم بيئة المستقبل عم شوف إنه أنتو طيب في عندكم أكم من شغلة هون برج القوس أنتو هالشخص عم تمروا بتغيرات كتير كتير سريعة ولو كانت على الـ surface level أو على الوضع الظاهر ثابتة إلى إنه بيئة الشخصية وبيئة المشاعر عم تمروا بتقلبات وتحركات كتير سريعة عم شوف إنه أنتو الاثنين بيئة المستقبل رح تمروا بفترة إنه عم تحس أو رح تحسوا إنكم مربطين لأنه بدكم بعض عم شوف إنه أنتو الاثنين عم تفكروا بيها علاقة جدية بيئة المستقبل وبدكم ارتباط جدي والتزام جدي يمبين إنه أنتو هون الكروتي اللي طلعت عم تستنوا تسمعوا خبر من الشخص الآخر أو عم تستنوا إلى نوع من التواصل لأنه من الناحية العقلية ومن الناحية الجسدية أيضا ومن الناحية الروحانية هون عندكم تواصل قوي مع بعض وفي عندكم فهم عميق تجاه تجاه الطرف الآخر لأنه هاي امرأة في عندها شخص عنده سيمبذي أو عنده تعاطف تجاه الأشخاص الاخرى فبطاقتكم المشتركة مبين إنه أنتو برغم اللي عم تمروا فيه حاليا إلى إنه فيه نوع من التسامق حتى إذا الأمور ما زبطت معكم عم شوف إنه أنتو فيه عندكم فهم أكبر للعلاقة أيضا عم شوف فيه بينكم ممكن يصير تواصل للمستقبل لأنه عندك الشخص بيكون حامل نوع من الرسالة أو فيه عنده رسالة معينة بده يحكيها لأي لكم بما إنه بداقتكم المشتركة عم شوف إنه فيه عندكم حكي بدكم تحكوله بعض وممكن يصير أغلبيته عبر عبر التليفون أو عبر نوع ما من التواصل على السوشيال ميديا لأنه لأنه هالكرت بيكون شخص حامل رسالة معينة فبالأغلبية لإلكم رح يكون عبر السوشيال ميديا طيب بدنا نشوف هالشخص شو هي الرسائل اللي بده يحكيها لإلك فيه وحدة هون كرت طلعه فمبين حبيبك بده يحكي كتير لأنه أنا عادة بسحب خمس أوراق ولكن فيه أوراق زائدة طلعت عندي فهالشخص بحياته بيشوف رسائل أو بيشوف إشارات أو بيشوف إشياء بتسكره فيك أو بتسكره بالتواصل أو بالعلاقة اللي بينكم فهالشخص بس يسمع أي أغنية معينة أو بس بيسمع أي أغنية أو بس أنت تسمع أي أغنية أو تحط أي خبر عن إشي معين أنت تكون مهتم فيه فهالشخص بيحطها الطاقة عليك أو بيفكر فيك كتير بس يسمع أغاني بالتحديد فهالشخص بيتواصلكم بيتذكر جميع التفاصيل الصغيرة من اللحظة اللي تعرف فيها عليك أو صار في بينكم تواصل فهالشخص بيتذكر كل إشي حكيتو مع بعض كل حدث صار في بينكم كل تواصل بيتذكر كل إشي فهالشخص ممكن يكون في عنده لخبطة بحياته إن هو مش متأكد شو هو بده بحياته حالياً أو بده يكبر من الناحية الروحانية أو بده وقت ممكن مستقطع لحتى يفهم شو هدفه بالحياة أو شو خططه القادمة أو شو بده يساوي يعني بالمستقبل فللبعض منكم اللي ممكن متل ما حاكينا عم تحس إنه في منافسه بحياته أو في عندها الشخص اللي عم تتعامل معه أشخاص أخرى عم يحكي لك إنه غير مهتم بأي شخص آخر حتى لو كان ممكن على العلن بتحس أو بتشوف إنه في هالشخص في عنده مرجبين أو في أشخاص بدها تحكي معه إلى إنه غير مهتم بأي شخص آخر أيضاً عندك مثل حكيت لك 4 of cups حكيت لك إنه إذا في عنده أي عروض أخرى من أي أشخاص أخرى عم يرفضها مش مهتم فيها لأنه حاط طعانه عليك وعلى التواصل فهالشخص بيحكي مع الأشخاص المقربين منه عليك أو بيطلب المساعدة بيطلب المشورة بيطلب النصيحة بيشوف شو هي الخطوة القادمة اللي ممكن يساويها معك بها التواصل فهالشخص بيحكي عنك بس يعني عند أصدقاءه أو الأشخاص اللي بيوثق فيهم يعني إنت دائماً على باله فهالشخص أيضاً بيحس إنه إنت ممكن تكون ملخبط أو إنت ممكن تكون ما بتعرف شو بالضبط اللي بتريده أو إذا بدك علاقة عامة هالشخص عمشوف إنه هو ما بده علاقة عامة أنا بده يعني للبعض منكم بده علاقة جدية أو إذا في طرف ثالث بحياتك والشخص بيعرف فيه أو بيحس إنه ممكن في عندك طرف آخر بحياتك بيحس إنه بده إياك تختار الإشي اللي إنت بتريده عمشوف هاد هو واحد من الأسواب اللي خلها الشخص يسحب حاله عنك من هالتواصل لأنه بده إياك إنت توقع اللي تيجيب برضاك أو ما بده يفرض أي شي على التواصل فمشان هيك في بينكم صمت الأغلبية منكم عم شوف إنه مش عم تتواصلوا مع بعض نهائياً ولكن في يعني التواصل بينكم غير مباشر بنا نشوف آخر شي كروت النصيحة اللي ممكن تستفيد منها طيب أنت بهالفترة بالفترة الحالية عندك بدك تتعلم أنك توثق بحدسك لأنه بيحكي لك أنت يعني أنت عندك حدث داخلي قوي فبدك انظر إلى الداخل شوف شو هي الدروس اللي ممكن تتعلمها من حالك بس تاخد وقت مع حالك وتحكس شو رغباتك شو قلبك بيريد إذا بتحتاج تسوي تأمل إذا بتحتاج أنك تدري أو تصلي ولكن خلي في عندك صبر تجاه حالك إذا أنت مشوش أو في عندك صعوبة باختيار أي قرار أيضاً البعض منكم اللي عم يحس أنه ما في عنده قوة أو ما في عندك الثقة الكافية اعتمد على الله لأنه في عندك في عندك مساعدة إلهية وإذا حسيت أنه البعض منكم ممكن تكون عم تحس أنه عم تتنازل أو عم تضحي من حالك كتير من أجل الشي معين ممكن يكون ما إلو شخص ما إلو دخل بالعلاقة هاي أو مع هالشخص بعد ولكن بحياتك بالمجمل بدك تتعلم أنه تحكي لأ لبعض الأشخاص اللي بتحس أنه ممكن عم يستغلوا طيبتك أو عم يستغلوا وضعك بأنه أنت ممكن تكون نفسيتك مش كتير منيحة أيضا المشاكل اللي ممكن تصير بينك وبين أشخاص أخرى ممكن تكون بسبب أو مشاكل داخلية بينك وبين حالك مش محلولها بدك تتحلها فهالكارتين مع بعض تقريبا نفسي الرسالة من أجل أنك توجد السلام بدك تعكس على حالك من جوة حتى هالكارت بيحكي لك تطور روحاني رح تمر بتغيرات مبين أنت و هالشخص ورجو القوس رح تمر بتغيرات رح تمر بتطور روحاني كتير عالي في المستقبل همشوف تغير تغير كتير كتير فحتى لو ما انتهيت مع هالشخص همشوف أنه أنتو الاثنين طلعتوا ببعض أشياء مخاوث كانت فيك ومخاوث كانت فيه ولكن هاي كانت هي الشرارة اللازمة لحتى يصير فيه تطور وفيه نضج وفيه حكمة ممكن تكتسبها من الجروس اللي صارت معها الشخص وفيه التواصل وبحياتك وبالماضي فخلي عندك قابلية إنه تتقبل نصائح من أشخاص أخرى لأنه فيه أشخاص ممكن أيضاً عم يحاولوا إنه إنه يعني يساعدوك بطريقك روحاني وهالشخص واحد منهم الحبيبي اللي أنت عم تتعامل معه عم شوف لبرج القوس فيه شغل كتير في الروحانيات بينك وبين هالشخص ولكن حكيت لك الرسائل اللي هالشخص بده يحكيها لإلك بيحتاج صبر التواصل بينك وبين هالشخص بيحتاج فهم ومبين إنه أنت ممكن يكون أيضاً في بينكم تواصل بالموسيقى أو أنت بس تشوف أو في عندكم ضوق مشترك بالموسيقى ممكن فهالشخص حالياً مشوش ولكن مش مهتم بأي شخص آخر لأنه مركز على التواصل هذا ولكن بنفس الوقت في عنده فهم إنه في بعض المشاكل بينكم ممكن تكون أنت مو بسببها ولا هو بسببها ولكن تحتاج إلى التصليح والشخص أم شوفه في عنده في عنده الصبر الكافي وأنت أيضاً في عندك الصبر الكافي عم تعطوا بالمجهل عم تعطوا لبعض وقت مستقطع لحتى يصير في تطور من الناحيتين حتى بس تلتقوا أو بس يصير فيه مع بعض وتحكوا مع بعض مرة أخرى يكون التواصل أفضل مما كان بالماضي يكون ما فيه اختلافات مثل ما كان بالماضي يكون فيه فهم ونضج أكبر حبايبي برج القوز كانت قراءة طويلة شفية بس حسيت فيه إشياء كان بدي يحكيها إن شاء الله تكون القراءة أفادتكم وحبيتوها إذا حبيت الميديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في ميديو قادم شكرا شكرا